طب إيه اللي بيقلل امتصاص فيتامين سي؟ اللي بيقلل امتصاصه استخدام قواني الطهي المصنوعة ملحديد وحبوب منع الحمل وأدوية علاج التشنجات والمسكنات وبيكربونات السوديوم هتقولولي هو فيه حد ممكن كده ياخد بايكربونات السوديوم ده أنا هقول لكم بايكربونات السوديوم دي كلنا كده بنقعد ناخدها كتير قوي بناخدها في شكلين المخبوزات كلها بيتحط فيها بايكربونات السوديوم فلازم ما نحطش كتير بيحطوا فيها الناس اللي بيخبزوا يعني السوديوم بايكربونات أو بايكربونات السوديوم عشان تنفش وكده العجينة لكن خطورته بقى في الفوار عارفين الفوار الناس كتيرا بياخدوا بعد الأكل يقولوا إيه عشان يهضموا كتا ده سوديوم بايكربونات ده يمنع امتصاص فيتامين سي خالص تمام؟ فيه برضو بعض المواد الأخرى المهمة للجسم غير فيتامين سي بقى وبرده بتدوب في الماء دي مهمة قوي أن أتكلم عليها قبل المعادن الحقيقة يعني خلصنا كده الكلام عن الفيتامين سي المواد دي زي البيوتين مادة اسمها البيوتين دي بتدوب في الماء برضو والبيوتين ده ضروري لإنتاج الهرمونات الجنسية وضروري لصحة الشعر والبشر البيوتين ده موجود في الخميرة والكبدة والبقول والحبوب الكاملة والبيض والحليب ومشتقاته البيوتين ده بيتمنع امتصاصه في الجسم ما أخلوا بالكم البيوتين شوفوا أهميته القصوى اللي أنا قلتها دي طب إمتى بقى ناكل الحاجات دي كويس وزي الفل طب بس الجسم ما يستفدش منها يتمنع امتصاصه لما يتاكل البيض الني في ناس يقولوا الله هو البيض الني بيتاكل آه بيتاكل في المايونيز عارفين المايونيز والحاجات اللي بتتحط دي المايونيز بيتعامل بالبيض الني فده يمنع امتصاص مادة البيوتين كمان بيتمنع امتصاصه في عمليات تصنيع الأطعمة مادة تانية برضو مهمة هي اسمها الفلافونايدز الفلافونايدز دي من مضادات الأكسادة حفظنا مضادات أكسادة يبقى في حماية للقلب على طول الفلافونايدز دي موجودة في أغلب الفواكه الحمضية موجودة في البرتقان والكيوي والجريبفروت واليوستفاندي وهكذا مادة تانية برضو مهمة أوي اسمها الإينوسيتول الإينوسيتول دي لها وظيفة غريبة جدا يعني الجسم البشري ده يعني والله العظيم معجزات من عند ربنا سبحانه وتعالى وظيفة الإينوسيتول دي هي تبليغ الرسائل داخل الخلايا يعني الخلايا لو تبعت رسائل لبعض بتحمل على مادة الإينوسيتول دي المادة دي طب موجودة فين؟ موجودة في الفول السوداني طب على فكرة دي وظيفة مهمة جدا وظيفة معقدة جدا لأن دي اللي بتدي الأردارات عشان نتحرك وعشان نفكر وعشان ناخد قرارات وهكذا موجودة في الفول السوداني موجودة في البرتقال موجودة في البقول وآخر المواد المهمة اللي بتدوب في المية هي مادة اسمها الكولين ومادة الكولين دي بتشارك في حرق الكوليستيرول والدهون لتأمين الطاقة للجسم وكمان بتدخل في تصنيع النقلات العصبية داخل الخلايا مادة الكولين موجودة في صفار البيض والكبدة والكلاوي والخص والخضار اللي ورقه أخضر والبقول المواد التلاتة الأخرانية اللي أنا قلتهم يعني باستثناء البيوتين اللي هم يبقى فلافونايدز والإينوسيتول والكولين بيتمنع امتصاصهم في الجسم في حال تصنيع الطعام أو شرب الكحول ويعني دي الحاجات اللي تمنع امتصاصها خلاص كده كده نكون خلصنا الكلام عن الفيتامينات كل الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمنا اتكلمنا عنها واتكلمنا عن أهميتها ومصادرها وإيه اللي بيزود امتصاصها وإيه اللي يمنع امتصاصها دلوقتي الدور على إيه بقى؟ على المعادن